بسهل خير وأهلا وسهلا بكل أهلوية بداية حلقة جديدة من السادسة كل التحية لكم في بداية الحلقة والحقيقة يبدو أنه طوابع فوز الأهلي بالسوبر على الرغم من أنه ده نتيجة طبيعية يا جماعة يعني رغم أنه في ناس طبعا بتحاول تصور عكس ده وأنا فاهم طبعا طبعا إيه ممكن تكون الأسباب والدوايحة في شغلانتنا تعلمنا كواس جدا إن إحنا نفرق بين المعلومة أو الخبر وبين وجهة النظر أو الرأي الشخص وكل واحد ليه مطلق الحرية طبعا أنه يعبر عن وجهة نظره أو رأيه الشخصي بمنطقة الأريحية مدامت فيه إطار المعقول والمنطق لكن من غير المنطقي أنه البعض يحاول يصور فرحة الأهلي أنها مبالغ فيها وأنه سبب فيها أنه كسب الزمالك بالتأكيد فرحتنا أنه إحنا كسبنا الزمالك فرحة طبيعية جدا ومنطقية بما أنه الناس بتقول على الزمالك يعني أنه الغريم التقليدي على الرغم من نتاج بتقول عكس كده خالص لكن من غير المنطقي أنه البعض يحاول يصور أنه الطبيعي كان يبقى فوز أو نتيجة مباراة طبيعية والمتوقعة والمنطقية يفوز زمالك والنفوذ الأهلي بمطش السوبر ده المفاجأة ده المنطق اللي أنا مش قادر أفهمه أو استوعبه مع كامل الاحترام طبعا لوجهة النظر دي وأنا شخصيا ممكن يبقى عندي قناعة بيني وبين نفسي أنه اللي بيقول نتكلم على فكرة التفوق سواء كان طبيعي أو كان منطقي يبقى لابد أن نقول لا الطبيعي والمنطقي جدا أنه الأهلي يتفوق دي نتيجة طبيعية لأي مواجهة بيني الأهلي والزمالك مشاخدك وأقول في العشرين سنة الأخيرة عشان ما روحش لبعيد واستنزف مجهود وأخذ من وقتك وقت المشاهد الكريم أنا ممكن أقولك بس في آخر سنتين يعني على رغم أننا لو بصنا الآخر 18 نسخة دوري فنلاقي أنه الأهلي فاس بـ 13 والزمالك فاس بـ 3 وفيه 2 تلغو دي نتيجة منطقية لما نقول على مستوى أفريقيا لأهلك حقق كم لقب سواء دوري أبطال أو كونفدرالية أو سوبر إفريقي والزمالك حقق كم لقب نشوف إيه المنطقي وإيه الطبيعي لما نقول على مستوى مشاركات الأهلي في كاس العالم ممكن يعني بكل الحسابات هتجيبها كده هتجي لها كده النتيجة الطبيعية يفوز الأهلي لكن تعال لأخذك لآخر سنتين وتعال نشوف المواجهات المباشرة مع العلم ومع الآغد في الاعتبار أنه الأهلي في آخر سنتين دول لعب عدد ماتشاط أكتر بكتير جدا من نادي زمالك وماتشاط إيه؟ مش مع أي حد أنت بتتكلم عن أهلي لعب في مواجهات رسمية مع طولة العالم يعني مع أبطال كل قرار أوروبا لعبنا بير ميونيخ أمريكا الجنوبية لعبنا في المراس مرتين مرة كسبناه ومرة فوق علينا بطل كونكا كاف بطل مكسيك كونتري لعبنا معاه وكسبناه الدحيل القطري كسبناه إهلال السعودي كسبناه ده غير شوية ماتشاط كتير جدا بقى مع عتولة قارة أفريقيا إيش مرة وداد ونكسبه زهابا وإيش مرة ترجي نكسبه زهابا وإيش رجاء مغربي نهضة بركان صندق يعني كل ده في خلال السنتين دول بس سبع ماتشاط جمعوا بين الأهلي هتورعوا قلم كده وكتب معي سبع ماتشاط لعبهم الأهلي ضد الزمالك تمام؟ سبع ماتشاط سبع مواجهات جمعت بين الأهلي والزمالك في آخر سنتين كانت النتيجة فيهم لصلاح الأهلي في أربع مواجهات لعبنا طبعا أهم مواجهة في تاريخ النديد القضية ممكن نهاي دور الأبطال النجمة التسعة وكانت تفاوق فيها لصلاح الأهلي بهدفين سجلهم عمر السلية ومحمد مجدي أفشا المباراة الثانية كانت في الدولة وكانت خمسية طبعا تاريخية ما نقدرش ننسيها في مباراة ثالثة كانت نتيجتها 2-0 اللي هي ماتش السوبر ومباراة أعتقد في الدولة برضو كسبناها من نتيجة 2-1 دول أربع ماتشاط كسبهم الأهلي ومباراتين انتهت نتيجتهم بالتعادل ومباراة وحيدة فاس بيها نادي الزمالك هي مباراة نهائي الكاس يعني حتى لما نرجع لآخر السنتين مش لآخر 20 سنة الطبيعي جدا النتائج والأرقام بتقول أنه الأهلي طبيعي جدا أنه هو يتفوق على نادي الزمالك ده بس كان رد الشيء بالشيء يسكر لأنه حتى في ظل عودة الأهلي لمستوى الطبيعي على فكرة احنا ما كسرناش الدنيا يعني يعني قناعة الشخصية أنه الأهلي يقدموا في ماتش السوبر ده ده الطبيعي جدا أو عودة الأهلي لشكله والمستوى أداءه الطبيعي جدا والأيام وبيننا الموسم ده عندنا مطش مهم جدا بصوا أنا كل مباراة هيلعبها الأهلي بالذات كمان في الدور الأول من بطولة الدوري لأن الدور الثاني قصة غير الدور الثاني بقى هتخش يعني في تلحم مباريات هتخش في بداية دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا هتخش في مطشات لمنتخب مصر فالأجندة هتبقى صعبة جدا مع كمان الأخد في الاعتبار أن الدور الأول إحنا مريحين منه شهر يعني ما صدقنا البطولة هي ابتدت هنلعب بكرة الجولة الثالثة هوب ستوب شهر كامل هي فترة التوقف لغاية لما نرجع إن شاء الله بعد كده في شهر 12 اتنين تحديدا عشان نلعب مطشنا الجولة الرابعة مع طلايا الجيش فأنت عندك مهم جدا جدا نكتركز على كل نقطة في مطشات الدور الأول لأنه محدش عارف الدنيا راحة فين مع بداية الدور الثاني وأعتقد طبعا يعني غالبا غالبا نتيجة فترة التوقف طويلة دي ممكن للأهلي طبعا ومسر كولر يلجأ لفكرة إقامة مباريات ودية وغالبا هنلعب مطشات ودية في التوقيت ده طيب من أخبارنا النهاردة سريعا جدا طبعا مطش بكرة طيب خلينا نروح لسؤال حلقة النهاردة بما أن عندنا مطش بكرة مع الداخلية مهم جدا توقعاتك لتشكيل الأهلي أمام الداخلية وبرضو نسمع رأيكم في توقعاتكم لنتيجة مباراة بكرة إن شاء الله مطش صعب على فكرة والداخلية تاريخها معنا بيقول إنها وكل الفرق يعني أنا مش عقف مع الداخلية بس يعني كل الفرق بتيجو قدام الأهلي وبتقدم أحسن حاجة عندها يعني كتبت نفس عقمة كتبت نفس عقاء كل بيجو قدام الأهلي ويتعملك يعني بمعنى أصح فهي مباراة صعبة جدا لكن فيه غيابات فيه غيابات عندك بكرة يعني سكواد الأهلي اللي ظهر مدات الموسم لغاية النهاردة ممكن تتوقع إنه يتغير فيه من 40% ل 50% من قوامه إجباري عندك عبد المنعم بسبب طبعا الجراحة النجحة اللي عملها إن شاء الله خمس ايامه ويرجع بالسلامة لتدريبات منفردة وبعد كده يرجع بحوالي أسبوعين يحاول يدخل إن شاء الله مع التدريبات الجامعية عندك طهر إيقاف عندك طبعا حسين الشحات السلية حسين الشحات وعلي معلول عندهم نازل برد هتمنعهم من المشاركة طبعا دي تمرينة النهاردة كانت تمرينة الأخيرة طبعا استعدادا لمطش بكرة فمتوقع بكرة يبقى فيه تغيرات كتير الشحات علي معلول سلية عبد المنعم طاهر دول غيابات إجبارية من مبارات بكرة وكلهم ما شاركوش فيه تمرينة النهاردة فخلينا هنتكلم طبعا على مطش الداخلية وهنتكلم على مواجهات الملعب بكرة إن شاء الله قرأت سيناريو المباراة ونحاول نقرأ بكم شوية طبعا بيقود الداخلية مدرب أنا بشوفه من الشباب أو يعني مدربين الشباب الوعدين يعني اسم ظهر على الصحة من خلال موسمين ثلاثة شفته بيتقلق الحقيقة وبيقدم عروض قوية جدا مع الجونة فطبعا نكلم على ريدا شحيتا هو اللي بيقود هو الموديل الفني الحالي لفرقة الداخلية طيب من أخبارنا النهاردة برونو سافيا هو تمام برازيلي صنبا بيتمرن عادي ما فيش أي مشاكل بس ستاو أعتقد إنه هياخد جزء من مباراة بكرة لو ما كانش هيبدأ أساسي ممكن ياخد جزء كبير من المباراة فهنكلم في التشكيل وفي طريقة لعب الأهلي بكرة خليني أعدي معكم سريعا جدا على الأخبار يعني وأنا ببتدي حلقة النهاردة طبعا خالص التعازي لعب نادي الأهلي ولعب منتخب مصر كابتن سيد معاوض طبعا في وفاة والدته والنهاردة الحقيقة مجلس إدارة النادي الأهلي تقدم بخالص التعازي للكابتن سيد معاوض في وفاة والدته ربنا طبعا يعني يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها الصبر والسلوان النهاردة عندنا مواجهاتنا راية طبعا فيها هتكون حاضرة برضو معناها في السادسة يعني آخر جوالات دور المجموعات وبعد كان سخم بقى للكلاشات اللي ملعارة تقيل النهاردة عندك مطشين قويين يعني الناس اللي عايز فرج على كرة على الرغم طبعا فيه نتائج شبه بحصومة يعني مواجهة بايرن مع انتر النهاردة لاتنين خلاص ضمنه التأهل فبالتالي هيكون مباراة تحصيل حصل على مستوى النتيجة لكن في النهاية بايرن مع انتر لاتنين من الدولة الألمانية ومن الدولة الإيطالية اتنين قوة من القوى العزمة في المطشاط بتاعت النهاردة عندنا كمان نابولي في مواجهة ليفر دي هتبقى مواجهة نارية وعتقد دي يمكن تكون أهم مواجهة بالنسبة لمصرين النهاردة عندنا ليفر كوزن في مواجهة كلاب روج عندنا بورتو في مواجهة أتلاتكو مدريد عندنا بان زي ما قلت لكم في مواجهة الإنتر ليفر بول في مواجهة نابولي تاتا نام في مواجهة مارسيليا فيكتوريا بلزن في مواجهة بارشلونا رينجلز في مواجهة آيكس وفرانكفورت في مواجهة سبورتينج ليشبون النهاردة النهاردة عايز بس أقول لكم أنه هيكون معنا انترفيو كمان مهم جدا عن عمر مارموش عمر مارموش واحد من اللاعبين المصرين لتقلقه اعتقد أنه هو اللاعب الوحيد دلوقتي اللي موجود في مصر بيلعب في البونزليجا وتقلق بشكل كبير جدا مع شتوتجرد والسنة دي بيرجع لفرقيته وكان بيلعب مع شتوتجرد على سبيل إعارة شفنا مع منتخب مصر أثبت جدارة كبيرة جدا حقيقة وقدر يحفظ على مكانه كأساسي السنة دي رجع تاني لفريق الأصلي فريق فولفزبورج فعايز أتكلم معاكم عن عمر مارموش من وجهة نظر المسؤولين في فولفزبورج إزاي بيشوفوا مشوار عمر مارموش إزاي بيشوفوا مشاركته تطور مستوى في الفترة الجاية وإزاي بيفكروا في مستقبل عمر مارموش ده هيكون جزء طبعا من حلقة النهاردة في السادسة بس هتسمحوا لنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم دي نسخة فولفزبورج 2007-2008 على ما أتذكر الجيل اللي حقق البونزليجا يعني أنا عارف طبعا أنه الدوري الألماني بالنسبة للمصريين مش من الدوريات القواية قوي لأن في حرص على متابعتها وخصوصا مع نوعا ما ضعف المنافس هعرفين من مقدما أنه البارن احتمالات فوزه بالمسابقة كبيرة جدا لكن أكيد أنه ابتدينا نتابع بعد طبعا تقلق عمر مارموش السنة اللي فاتت مع شتوتجرت والسنة دي طبعا بعد عودته لنادي الأساسي نادي فولفزبورج اللي الحقيقة يمكن بيحاول يعيد كتابة التاريخ مرة تانية هيكون معنا مارسيل شافر واحد طبعا من نجوم فولفزبورج وجيل اللي حقق بطولة الدوري البونزليجا للنادي وكان طبعا نجم منتخب ألمانيا وحاليا هو المدير الرياضي الحالي لنادي فولفزبورج اللي بيلعب فيه أو المحترف فيه طبعا لعبنا عمر مارموش بداياتا طبعا نستقبله ونرحب به معنا في سادسة ونقول له أهلا وسهلا بك على شاشة النادي الأهلي مرحبا يعني وإحنا بنستعرض يعني مجموعة أعتقد أنك أنت تابعت معنا دلوقتي ومع جمهور السادسة جزء من اللي أعطيت وجودك في الملعب الحقيقة لازم أشيد بمستواك وانت الحقيقة يمكن يعني كنت لعب بصحاب صاحب مهارة مهمة جدا وعندك قدرة على تسديد من الخارج وجيل الحقيقة يمكن حقق بطولة البونز ليجا لفولفسبورج كلمني على الفترة دي وعلى أهم الأسباب من وجهة نظرك اللي خلتكم تنجحوا في الوصول للمستوى ده وتحققوا بطولة الدوري الألماني نعم فولفسبورج هو نادن رائع هو منشأة رياضية رائعة مدينة رائعة نحن نركز أكثر على نحن مدينة كبيرة نركز أكثر على الرياضة لدينا علاقة جيدة مع الجماهير علاقة فريدة بين النادي وجماهيره وبالنسبة للعبين الشباب يعد فولفسبورج نقطة انطلاق رائعة لتعمل وتتطور فيها فولفسبورج هي مدينة تتطور شيئا في شيئا هي مدينة جيدة نعرف جيدا ماذا نريد أن نفعل نعمل على تطوير اللاعبين الصغار نعمل على عمل كرير جيد لهم في كرة القدم وهذا هو الذي يميز المكان هنا وهذا هو السبب الذي جعلنا النفوذ بالبوندسليجا في عام 2008 نعم النادي ليس أكبر شيئا على مستوى المادي ولكن النادي يسير بخطة ثابتة كان لدينا إدين جيكو خطأ أول خطوات له في فولفسبورج وأيضا كثير من اللاعبين والآن أصبحوا مميزين في دوريات العالمية طيب خليني بداية أسألك على الدولي المصري عمر مارموش بداية أي العوامل أو أي الأسباب اللي دفعت إدارة فولفسبورج للتعاقد مع عمر مارموش وإزاي طبعا كان فيه فترتين أعتقد سان باولي فترة أعارة أولى شتوتجرت الألماني فترة أعارة تانية إزاي بتشوف تطور مستوى عمر مارموش وإزاي بتشوف مشاركته وعودته مرة تانية الموسم ده للمشاركة مع فريق فولفسبورج نعم هو لعب رائع لعب واحد جدا لعب سريع في المهارة الواحد على واحد هو يؤدي بشكل جيد في أي مكان هجومي هو يتميز بالمرونة الكبيرة هو مثال جيد للعب الشاب الرائع يريد فقط بعض الصبر وبعض الخبرة ليكون لدينا لاعب رائع لدينا خطة لعمر مارموش لإعدادي بشكل أكبر فترة إعارته لسان باولي وإعارته لشتوتجرت كانت خطوات ثابتة لفولفسبورج لإعداد عمر مارموش أعتقد أن هذه الإعارات كانت جيدة وقد تمت دراساتها بحكمة أعتقد أن فترته في سان باولي هو لعب واحد وعشرين مباراة وأحرز في سبع مباريات أعتقد أنه أدى مباريات رائعة من قبل وعودته في فولفسبورج أعتقد أنه الآن في كل مباراة يتطور ويحرز من هدف لهدفين أعتقد أنه إنجاز رائع لعمر مارموش حتى الآن تقييمك يمكن هو آخر يمكن آخر لقاء شارك فيه حتى في فوز عريض حققه وفولفزورج على حساب بوخوم تقييمك لمستوى عمر مارموش ورؤيتك أنت الشخصية لماذا تطوره بعد عودته مرة تانية لفولفسبورج طبعا بعد مشارك مع شتوتجرت في الموسم الأخير وأيضا بعد مشارك معه وظهر بشكل أكتر من رائع مع المنتخب المصري وحجز مكان أساسي في قوامل المنتخب الوطني المصري نعم هو لاعب مهم جدا لنا هو استطيع خلق الفرص هو حتى استطيع إنهاء الفرص بشكل رائع فهو لاعب مهم جدا لنا لعب يحرز لنا المزيد من النقاط وهذا هو هدفنا مع عمر هو لديه مهارة غريبة لديه السرعة لديه القدرة على المرور بشكل رائع لديه حلول للفريق لديه حلول في المواقف الصعبة والمساحات الضيطة هو لعب رائع لنعمل معه أعتقد حتى إذا أتى من مكان البودلاء يؤدي بشكل رائع عمر لديه قدرة على المنافسة في فريقنا مع جميع اللاعبين هو قرار صعب أن يستعمل أي لعب وأن يستقم أي لعب من على دكة البودلاء ولكن عمر حتى الآن يتطور ويقاتل على مكانه مع فولفسبورغ ليبدأ المباريات بشكل دائم هذا أمر يحتاج منه إلى صبر ولكننا نؤمن أن عمر بعد عودته سيكون لعبا ناجحا خصوصا هذا الموسم يعني خليني أخذ وجهة نظر المدير الرياضي الواحد من أندية الدوري الألماني أو بونزليجا يعني في فكرة اللعب المصري وإحنا يمكن الدوري الألماني تحديدا والأندية الألمانية من أكتر للأندية التي شهدت رحلات احتراف وتقلق لكثير من اللعبين المصريين من أجيال مختلفة بداية من هاني رمزي ياسر ردوان محمد عمارة سمير كمونة محمد زيدان وصولا لأحمد صلاح حسني كمان احتراف لفترة في الدوري الألماني وصولا لعمر مرموش يعني لماذا التجارب دي ما شجعتش الأندية الألمانية بشكل عام على فكرة الرهان على اكتشاف مواهب جديدة من الدوري المصري مع العلم طبعا المنتخب مصري اعتبر من المنتخبات القوية جدا على مستوى قارة أفريقيا والأندية المصرية كمان دايما بتتسيد على مستوى الألقاب البطولات الأفريقية ومشاركات الأهلي يمكن شفتوه حتى في النسخة التي شارك فيها باي ميونيك بمشاركات النادي الأهلي المصري في أكتر من نسخة من بطولة كاسة عام الأندية نعم أتفق معك فالبوندس ليجا هي مثال رائع وحي للعب المصري وخصوصا حاليا مع عمر مرموش نحن كنا مندهشين بما أداه عمر مرموش والاندماج الرائع الذي فعل عمر مرموش والسرعة التي أتحلى بها وسرعته على تعلم اللغة وثقافاته أعتقد أن هذه فمن خبراتنا فعمر هو رائع جدا ومثال رائع نعم نركز الآن على اللاعبين المصريين بالطبع رجوعا للدوري الألماني يمكن جزء كبير من قوة أي مسابعة تبقى مرتبطة بقوة المنافسة هل تشوف أنه في أي من الأندية الألمانية وخصوصا نجي لك تحديدا ونادي فولفسبورج قدر يحقق علاقة بالدوري الألماني في سنة 2008 هل تشوف الأندية الألمانية قادرة على منافسة البيرن مش بالضرورة الموسم داعا على الأقل في المواسم القادمة وأي من الأندية الألمانية عندها القدرة من وجهة نظرك أنها تكسر احتكار باي ميونيخ للبطولة المحلية حسنا باي ميونيخ فاز بالبطولة لمرات عديدة على التوالي يجب أن نذكر باي ميونيخ بكل احترام ونتكلم عنه بحكمة فإذا فزت بطولة الدوري لسنوات عديدة فهذا مجهود ضخم لللاعبين والمديرين الفنيين لكل المنظومة الخاصة ببيرن ميونيخ فهذا الأمر صعب على كل الأندية لأن بيرن ميونيخ لديه أفضل فريق على مر التاريخ عموما أعتقد أن بيرن ميونيخ أحيانا يعاني ولكن في العموم لديهم تنوع ولديهم قدرة على التغيير ولديهم القدرة المادية نعم بيرن ميونيخ يجب عليها أن يكون في القمة دائما ولكن هذا العام أعتقد أن الموسم الحالي سيكون صعبا فالبداية كانت صعبة لبيرن ميونيخ مقارنة بالمواسم الماضية ولكن لأكون صادقا لا أعتقد أنه يوجد الكثير من الأندية تستطيع أن تنافس بيرن ميونيخ لمدة موسم في كل المباريات ربما في بطولة الكأس ولكن في نهاية الدوري أعتقد أن بيرن ميونيخ سيفوز بالدوري إذا كان دعا المستوى المحلي إذا كانت على المستوى المحلي إذا كانت تشوف فرق مش بس بيرن ميونيخ طبعا عندنا بروسيا دورتموند كمان تأهل إذا كانت تشوف فرص الأندية الألمانية في بطولة الشامبينز ليج ومواجهات النهاردة طبعا المواجهة الأخيرة في دور المجموعات أو أمام عملقة أوروبا أمثال بي أج دي أمثال المان سيتي أمثال ريال مدريد في تحقيق لقب الشامبينز ليج أعتقد أنهم لديهم فرصة محقاقة بالفعل يلعبون ويؤدون حتى الآن دور مجموعات مذهل فازوا بالخمس مرايات الخاصة بهم وأدوا أداءا رائعا ربما بيرن ميونيخ سيفوز بالمباراة السادسة أعتقد أنها بطولة مفضلة للمشاركة فيها أعتقد أن بيرن ميونيخ لديه القدرة بالتحديد وكنادي ألماني أنا أتمنى أن يفوز وأتمنى لأي نادي أن يفوز بدورة أبطال أوروبا وحتى بطولة المؤتمرات واليوروبا ليج فبيرن ميونيخ نعم أعتقد أنه لديه القدرة على الفوز بطولة دورة أبطال أوروبا مرسل شافر طبعا مدير رياضي لأيدي في بولوسبورغ أشكرك شكرا جزيلا كل التوفيق للفريق وكل التوفيق لنجمنا الدولي عمر مربوش في مشواره مع الفريق في الملاعب الألمانية فاصل ونكملين السادسة مع حضراتكم الجولة الأخيرة في الشامبيونز ليج في دول المجموعات وبعاك أن نخش بقى على ضرب النار والبطولة اللي بجد تبدأ الحقيقة لكن الملفت السنة دي نخد بالك يعني النتائج أو المفاجآت اللي حصلت في دول المجموعات وخروج فرق كانت مرشحة وبقوة أنها تكمل مشوار وتوصل للنوكاوتس أو للأدوار الإقصائية ولع ولع بكل معاني الكلمة اليوروبا ليج لأنه أنت عندك السنة دي فرق يعني أبطال بتكلم على عندك المان يونايتد والأرسنل هناك والأرسنل السنة دي غير عندك بقى بتكلم على برشلونة بتكلم على اليوفي بتكلم على الميلان بتكلم على فرق كتيرة جدا كانت في يوم الأيام هي بطل شامبيونز ليج فبالتالي أنت عندك السنة دي شئة أمقابيت اتنين شامبيونز ليج شامبيونز ليج أصلية وشامبيونز ليج بشرط هنتكلم على مطشط النهاردة وبكرة أكيد 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 من يفوتنيش طبعا لازم أتكلم ولسه أتكلم على مطش السوبر وعلى عودة الأهلي مرة تانية لمستوى الطبيعي عملاق الكرة المصرية والإفريقية ونتكلم طبعا مطش الداخلية مش هيفوتنا ما نعديش عليه طبعا لازم نتكلم على مواجهة بكرة وعلى التغييرات المتوقعة خصوصا كمان على تشكلة النادي الأهلي مع المتقلقين والمتميزين دوما فاروق عصام وخالد عامر ضيوفي اللي بسعد بيهم دايما في السادسة فاروق مساء الخير وأهلا وسهلا بك مساء الخير يا أحمد أنا دايما اللي بسعد بوجودي معاكم مع خالد وبتبقى فكرة مميزة دايما وخالد أهلا وسهلا نورت وشرفت سهل فل مبسوط دايما أنا بقى معاكم ومع فاروق طبعا بتبقى بستفيد منه كتير وستفيد منك كتير تلاحظ كده أن وجودكم دايما بوشرة خير يعني وانتم جايين المدينة لازم 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 يعني أخول عليكم في موضوع ميلا دا قال دوري أوروبي ولا حاجة أنتم مش تتاهلوا لا ما إحنا ما إحنا تشامبينز ليج ما هو علج في الدور الأوروبي فواضح كده أصلاً وأنت بتقول البطول الأوروبية ولعت كنت أقول لك أنا واحدة فيهم يعني أنت شامبينز ليج في الدين لأ أنا يعني أوروبا ليج لما بتفرج بتفرج على الفاينل يعني أشوف مين وصل الفاينل لأ دلوقتي أتفرج من بداية ممكن تتفرج قبل ما ندخل في كل الكلام ده كان معايا المدير الرياضي مارسيل شافر مدير رياضي اللي نادي فولوس بورج الحالي كنت بكلم عامين معنا التلفزيوية عشان نتكلم على عمر مرموش اللي ظهر فجأة يعني خيانة تفق إنه عمر مارموش ما كانش اسم مطروح بشكل كبير جداً في الكرة المصرية شوفناه بيظهر مع المنتخب شوفناه كمان بيلعب بيحجز مكانه أساسي على مكان فيه لعيبة يعني من الوزن التقيب وقدم مستقبات كويسة ومع السودجة السنة اللي فاتت عمل يعني مشواره كويس محترم جداً والسنة دي رجع في فولوس بورج والناس شايفها الحقيقي الرجل كان بيقول فيه الشاعر إزاي شايفين تجربة عمر مرموش وإزاي شايفين مستقبله خلينا نتكلم على المنتخب الوطني بما عندنا فتر التوقف وعجان الدولية وعندنا مواجهة جندة جندة مع بلجيكة إزاي شفتوا قصة عمر مرموش مع المنتخب وفرصه في الاستمرار عن اللي المكان ده كان بيلعب فيه قبل كده طبعاً من زمان أوي لما كان فت رمضان صبحي طبعاً مكسل الدنيا سواء مع السنفيلة أو بعد كده لما راح لتركيا فإزاي شايفين قصة عمر مرموش ده اللي أنا كنت عايز أقوله عمر مرموش استفاد من وجود كارلوس كيروش واعتماده أكتر أو فلسفته أكتر في الاعتماد على اللاعبين المحترفين هو مش شايف أي الدور المصري أنه ممكن يعتمد عليه بشكل أساسي غير في الأماكن اللي مفيش فيها ناس محترفة فاستفاد من تجربة أنه أولاً كان محظوظ أنه تريزيجي كان مصاب في الفترة دي لصابة طويلة فكان غايب عن المنتخب أنه رمضان صبحي كان في أسوأ حالاته الفنية فكان عمر مرموش هو الفجر الوحيد في الجبهة اليسرى اللي يقدر يحتل المكان ده بشكل أساسي بدايته في مبارتي ليبيا مع كارلوس كيروش وتقلقه اللافت للنظر لفت الأنظار إليه فيه شوية أبسن داونز في مستوى عمر مرموش ولكن خلينا نقول أنه الناس بتحكم بشكل مقتطع بمعنى أنه حلو في مطش يبقى أحسن واحد في الدنيا مش حلو في مطش هيبقى لا يصلح للمنتخب وده ظلم شوية للعيبة بشكل عام عمر لعيب كويس من أهما كان في ودي دجلة وطلع واحترف ولسه بيتعلم ولسه بياخد كم الخبرات اللي يسمح له أنه هو يبقى مش هيبقى محمد صلاح بس يعني محدش عارف بزبط محدش عارف صلاح في بازل كان حد مستحيل يتكلم أنه صلاح هيبقى واحد من أهم نجوم العالم بس صلاح في بازل حتى وهو كان مش في دوري من الأندية الكبرى أو الكلام ده كله كان لما بيلعب شلسي بيجيب في يوم جون بيلعب طاطنان بيجيب في يوم جون بيلعب في الدور الأوروبي بشكل مميز جدا كان واحد من نجوم البطولة الأوروبية حتى هو بيلعب في الدور السويسري فبالتالي حد بلكنه بازل حتى في وجود صلاح كان يعني ليه تواجد على المستوى الأوروبي صحيح يعني بعد صلاح مميش يقولني بازل تقريبا مميش ويان سمر والجيل بتاع محمد صلاح ده بعد بكله مميش فخلاص بازل نهارت بس هي الفكرة أنه صلاح كان باين مرموش لعب كويس وباين أنه هو هيبقى أفضل من كده كمان هو بس محتاج ياخد شوية ثقة محمد صلاح مسته عن كل اللعيبة اللي حواليه هي قوة شخصيته القوة الشخصية اللي بينزل بها الملعب أنا أحسن واحد في الملعب وبيلعب بناء على هذا الأساس فبالتالي اللي قدامه بيخاف منه المشكلة اللي عندي مع تريزيجية مع عمر مرموش مع اللعيبة المحترفة عندنا مش إنني إنني برضو عنده نفس الكارزمة إنه ما عندهمش قوة الشخصية دي هو طالع عايز يلعب عشان يوري نفسه للعالم نحط ده مش عالي فاروق يتفق معي برضو فكرة الخبرة يعني صلاح لما ياخد جايزة أفضل هداف جايزة أفضل عف الدوري جايزة ياخد لقب زي شامبينز ليج ياخد لقب زي بريمير ليج يبقى دايما مصنف من أفضل خمسة بيتم ترشيحه دايما لجوائز البالوندور وده باست نصبت الثقة بالنفس طبيعي جدا بتعلم طب كامعة لعب يعتبر لسه في بداية مشواره الاحترافي وممكن يعني طبعا يعني مع اختلاف الإمكانيات والمهارات ممكن تراهن على إنه عمر مرموش يبقى قصة نجاح في مشوار الاحتراف حتى لو اعتقد أن مرموش حاليا هو مثال اللي احنا كنا عايزينه من سنين احنا كنا من سنين بنتكلم أن احنا عايزين لعيبة شباب تحترف من صغرها مرموش احتراف من ودي دجلة مجربش نجومية الأهلي والزمالك وده هيدي له حافزه هيدي له طاقة أكتر أنه هو يواصل في أوروبا في لعيبة ومواهب موجودة في مصر تستاهل الناتبا موجودة في أوروبا لكن هما شافوا أن نجومية الأهلي والزمالك والعيشة في مصر بالنسبة لهم ممكن تكون إضافة لهم في حياتهم وهم مش هياخدوا ده في أوروبا دلوقتي على الأقل يعني مرموش حاليا بيعيش في أوروبا اللي ما بيعيشوش اللعيبة هنا في مصر لكن هو عايز يبقى حاجة في المستقبل وكان حاجة مهمة جدا احتكاكه بالمدرسة الألمانية وبالعيبة أعتقد الاحتكاك اللي هيشوفه مرموش في موسم واحد بعشر مواسم هنا في الكرة المصرية مع الاحترام طبعا للكرة المصرية لكن فرق المنافسة كبير فرق المدربين بيحتكب مدارس من العالم كله ده هيفرق معاه في مستقبله انت قلت كلمة فاروق عايز يبقى حاجة بزبط الجملة دي طموح مهم جدا نهو ياخد الرزق ويروح في السند الصغار ده ويحترف عايز يبقى حاجة دي مش قصة فلوس ومش قصة شهرة دي حاجة رغبة في إثبات الزيت ودي واحدة من أهم عامل نجاح لما بتتكلم طبعا على مستوى الاحتراف في الأوروبي أنا بس خليني قبل ما نعدي النقطة دي عشان برضو أقول حاجة انت قلتها وانت بتقول لفاروق على فكرة انه الفقة بتاعت محمد صلاح واخد وعمل وبتاع لا هو نفس فكرة فاروق انهو عايز يبقى حاجة دي كنت بتكلم عليها من ساعة لما كان في بازل وهو واضح عليه انهو عايز يبقى حاجة شخصيته هي اللي فرضت على الناس انها تلعبه وشخصيته هي اللي فرضت عليه انهو يبقى هدف الدوري الإنجليزي وهو اللي فرضت عليه انهو يبقى أفضل لاعب وياخد بريمير ليج وياخد شامبينز ليج ويلعب في روما ويلعب في أورنتينا عشان هو عايز بحاجة راح تشاك بالزبط يعني ما كان عليه مورينيو تمام كان فيه في المعطرن تلع تصريح لجون أوبي ميكيل قال انا شفت صلاح بيعيط داخل غرفة ملابس ساعة لما كان موجود في تشلسي مع مورينيو ما بين شوتين كان هو قدى الشوت لأول بشكل وحش ودخل قط الملابس وعاية مورينيو دخل عليه طبعا انت بتشوف اللعب بتاعك بيعاد ممكن تديله فرصة في الشوت التاني والطبطب عليه مورينيو قال له انت مش تلعب الشوت التاني مش تبقى موجود مع الفريق وكان قاسي جدا عليه ويمكن القصوة عليه في الفترة دي مع جوزين مورينيو فرقت معايا بعد كده دي قوة شخصينا بتكلام عليها لانه اي حد بواجه الظروف الصعبة دي كان ممكن يتكسر بس واحد عمل بهذه القصوة من جانب فريق شلسي ومن جانب باشهر مدرب في الوقت دوت جوزين مورينيو كان ممكن يتكسر بس هو لا هو عمل استباك فيرنتينا بعدها من نهر روما بهدف روما بهذه القصوة بهذه القصوة بهذه القصوة بهذه القصوة ده طبعا مورينيو كان قاسي جدا خلينا نأخذك لقصوة مارسيل كولر على جوز والدو فرير يعني كيف كانت المواجهة من وجهة نظركم واعتقد انه التجربة الأساسية يعني صحيح الرجل قدم أوراق اعتماده وقدم عروض قوية في الدوري وفي دوري الأبطال بس الناس كانت مستنيها تشوف مارسيل كولر في مباراة السوبر تحديدا شوفتوه ازاي كيف كانت المواجهة هبتدي الأول يالله فاروق يالله فاروق خلينا يعني حلو مصطلح القصوة ده جيب وقته في صراحة لان اللي شفنا في المباراة يعني احنا شفنا تقريبا مش هنقول وان سايد جيم اه كان فيه تواجد للنادي الزمالك لكن الأهلي كان باين من الدقي الأولى أنه هو المتسيد المستحوز على الكرة زي ما قلنا أن الأهلي هيبدأ يباوى المستحوز على الكرة نادي الزمالك باسلوبه المعروف كان بيدور على كرة سبتة أو خطف هدف لكن شفنا إزاي مارسل كولر كان داخل المباراة قاري كويس نادي الزمالك أفل الجبهة بتاعت إمام عشور وفتوح وزيزو تماما وأكرم ما شاء الله كان في المباراة أول مرة أحس أنه النس يعني مركزة قوي في التاكتك بتاع المديرين الفنين في المطش ده يعني كان واضح قوي أن فيه مواجهة فنيها من العارة التجيل بينزيزو عبدو فريرا وخد بالك فريرا سبق يعني بالأهلي بالنسبة له كتاب مفتوح بزراج اللعب معالي وحفظ اللعبته وعرف كل لعب ليه وعليه إيه مارسل كولر ممكن يبقى شاف شرايط بس الشرايط في النهاية قصة وأنك أنت تبقى عشت الموقف وقفت على أرض الملعب عملت كوتشنج قصة تانية خالص فبالتالي الصعوبات أكتر كانت في كافة كولر أكتر منها في كافة فريرا ومحسناش أنه ده أول ديربي بالنسبة للمارسل كولر فواضح أنه عنده خبرات كبيرة جدا وعتقد أن اللعبة في الملعب بترجم توتر المدرب لو المدرب متوتر أو عنده أفكار كتير ودايما قبل المبارا بيدخل أفكار كتير وبيتكلم كتير وده بيظهر في الملعب بتوتر اللعبة نفسها لا ده ما حصلش وكان واضح أنه فيه هدوء وكان فيه تركيز يالحاجات اللي حست أنه فيه تفوق واضح فيها من كولر على حساب اليقى البدانية رقم واحد رقم واحد وده بيترجمه الشرط التاني وفرق المستوى الكبير جدا في الشرط التاني ما بين نادي الأهلي أو لعبة النادي الأهلي والعبة نادي الزمالك كان النادي الأهلي حاضر للدقاء الأخيرة وكان قادر أنه في الدقاء الأخيرة بهدف كريم فؤاد كان قادر أنه يسجل هدفه اثنين وثلاثة في المساحات اللي اتفتحت كان واضح جدا أنه ما فيش رد فعلا من نادي الزمالك وأنا أعتقد أن ده كان السبب فيه وعمل اللياقة البدنية اللي كان واضح لعبة النادي الأهلي تمركز كريم فؤاد الرائع اللي لازم نشيد بفكر مارسل كولر في التمركز ده أنه هو لأ لاعب مش هيبه موجود في مركز الزهير الأيمن وعنده قدرات هجومية كبيرة جدا عشان برضو إحساسي ده توقع مش معلومة ده وجهة نظرة شخصية أنا شايف أن الحتة دي اللي أراها أو اللي زقهاها الميستر كولر سامي أمصان ممكن أنه يعني سامي كان شايف ده في كريم طبعا الراجل أكيد يعني شايفه برضو مش هيسمع كلام يعني أكيد جرى أكيد شايف لأن سوارش كمان كان بيعتمد على كريم فؤاد في الوينج رايت وكابتني سامي أمصان كان موجود ساعتها ساعة سوارش هو أول حد عمل كريم فؤاد كوينج رايت فممكن يكون هو فعلا اللي نقالها الكولر تبديلاته رايته للماتش تعامله مع تغييرات فريرة شفتها إزاي خالد يعني أنا 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 عارف أنه أنا موجود في قناة الأهلي بس أنا لازم أشير لحاجة مهمة جدا أنه على الرغم من الهجمة دي ما عرفش ضعوة إزاي أول فرصة خطيرة أول فرصة في الماتش أول فرصة خطيرة صحي لازم أشير لحاجة مهمة جدا أنه كولر التعامل مع المباراة ما قبل المباراة بذكاء شديد جدا من ناحية إغلاق المفاتيح اللعب إراية خطة فريرة بشكل مميز إزاي يقفل على الجبهة اليمين تحديدا اللي هي شمال الأهلي فدى وجبات دفعية أكتر لعلي معلول وبقى في حرية حركة لأحمد عبدالقادر التفاصيل اللي هي ما قبل المباراة كلها ارتفوق فيها ولكن خليه ما نغفلش حاجة مهمة جدا أنه اللي سهل المباراة القصوى اللي كنت بتتكلم عليها اللي سهل المباراة هو الجمود الفكرة بتاع فريرة في تنفيذ خطة لا طليق بطريقة الزمالك أو بالعدة الزمالك في تطبيق 3-5-2 الزمالك مميز جدا في 3-4-3 في 4-3-3 ما عنديش مشكلة في الاتنين 3-5-2 الاعتماد على زيزو بدل ما هو وينج يمين أو حتى يا سيدي هتلعبه مهاجم فهتلعبه في الناحية اليمين لا هتلعبه مهاجم في الناحية الشمال فبتفقد كل معيار للخطورة عند زيزو الإغلاق الكامل على إمام عشور ده نقطة تفوق لكلر اللي هو بيزيد أكتر في الوينج رايت فقفل تماما الوينج رايت زيزو ما حسناش به لما جاي يعمل التغييرات بتاعته طلع سيف الجزيري اللي هو الوحيد اللي ممكن يعمل مشكلة في الخط الأمامي بالنسبة لتفاع الأهلي فتمام فهو عمل فريرة في المباراة عمل يريح الأهلي شوية شوية الميزة في ده إيه إنه لما فريرة كان بيريح الأهلي الأهلي ما كانش بيريح كلر ما كانش بيريح كلر كان بياخد منه ويعلي عليه فأنت طلعت لي حمزة المثلوثي وبقيت بتلعب باثنين سنتر باكات رحت منزلك محمد شريف تارجت مان كنت في الأول بلعب منوشات من بره محطة شادي حسين مهاجم محطة لما فتحت لي المساحة اللي ما بين قلبين الدفاع بقى فيه يعني فيه ممر ممكن يروح منه فرح منزل أفشا عشان ينقل الكرة بسرعة أو يمسك الكرة ويعطى اللعب ويستغل الفرصة وينقل الهجم للشق الأمامي ونزل محمد شريف عشان يلعب على الجون فكلر تعامل مع تغييرات فريرة السيئة بطريقة رائعة أكثر من رائعة الصراحة ويحسب لكلر أكثر ما يحسب على يحسب لكلر طبعا طبعا يحسب لكلر هي الفكرة يا خالد أن الحتة اللي أنت بتتكلم فيها دي جماهير نادي الزمالك قالت على فريرة عبقاري عشان بداية الموسم هو لجأ أنه يغير الخطة ويخترع مكان جديد لحمد سيد زيزو بتحركه للجانب الأيصر وفتح يمساحة بتحرك فيها أمام عشو ونت متفق معك جدا هو أكرم موجود بس أكرم ما كانش بيلعب ظهير أكرم كان بيرجع معاه طاهر عشان هو عارف أن زيزو هياخد التحرك العرضي ويفتح المساحة بحيث أنه هو في لعب هيمشي وراه ويفتح معاه مساحة لكن مستر كورر طرب من اللعبة أن هي تبت مركز زي ما هي وطاهر هيرجع يبقى موجود في الزهير الأيمن وأكرم هيتثبت مكانه ما بين متولي وما بين طاهر هيبقى موجود دايما يقابل إمام عشور في التحركاته اللي موجودة في الحتة دي عشان كده إمام عشور في بداية الشوت الأول لما كان بيتحرك كان بيلاقي دايما أكرم في وشه وهو مش متعود أن الزهير الأيمن هو اللي هيقابله على فكرة وفيما يخص الجزئية دي الناس شيرت فيديو على سوشل ميديا أنه أكرم اللي أنتوا فرحانين بيه بص تعدي منه مرة واثنين وثلاثة ده فيديو كوميدي أوه ده فيديو كوميدي الفكرة فيها أنه كورر اعتمد على أكرم في أنه يقفل المساحة مش على أنه يستخلص بشكل مباشر بدل ما يفضي المساحة كلها أو بدل ما يسمح أنه الهجمة توصل لحد آخر قط عند النادي الأهلي لأ أنا هقفل لك الحتة دي هجبلك أن أنت تخش بشكل عرضي وزي بالضبط فاروق ما كان بيقول طهر هو اللي بيرجع قفلت عليك أول ما بتحود عشان تدخل بشكل عرضي بتلاقي حمدي فتحي وبتلاقي طهر وبتلاقي عمر السلاء بتلاقي كومبينا معمولة عليك فبالتالي أغلق تماماً الحتة بتاع التميز زيزو اللي كان المفروض نهاية بقى مميز فيها بصورة على فكرة حتى بمميز فيها قدام الفرق الثانية الغريبة أن أنت بتكرر نفس اللي عملتوا بماتش اللي عبليها على طول بالضبط هو في عوقات كتير جداً حاجات هنا أو المقاييس هنا أو المعيل اللي أنت بقيمة أساسها الحقيقة تجيب لك يعني اللي أنت بتشوفه وتتبع بيها تجيب لك حالة من حالة التواهان يعني ما تبقاش فهم الناس دي مع ولا ضد الناس دي صح ولا غلط اللي بتقال عليه في لحظة عبقرية ممكن أو الطريقة يعني مش بكلم على الشخص بتقال عليه في طريقة عبقرية ممكن في نفس اللحظة تانية أو نفس الناس اللي عهم بتقولك أخطأ وخطأ فادح وكان سبب وكان هي هي نفس القصة وهي هي ومش كأنه هم هم نفس الأشخاص أنا حاجة أخيرة بس هقولها يلا عشان ما عايز روح للدحلية لما تقال النفريرة عايزين الجماهير تشوفه في الشوت التانية يبقى عامل زي لو اتأخر في النتيجة اتأخر في النتيجة هو ده اللي حصل الزمالك مش عارف يعمل هجمة مش عارف يعمل باس اللعبة مش قريبة من بعض الخطوط متباعة على فكرة قبل ماتش السوبر هو ده نفس الكلام اللي أنا قلته وهو ده اللي أنا طبقته عمليا أو فعليا على موجهتين الزمالك السموحة وسيراميكة في الدورة أنا ما احترام الشديد أنا ما احترام الشديد طبعا يعني بحاول بقدر المصارع يكون محايد ولكن ما احترام الشديد للزمالك وما احترام الشديد لكل الأندية الزمالك السيزن اللي فات كان بيتأخر بجون واثنين ويعرف يعوض لحد آخر ثانية في المباراة ولكن أمام الأهلي قصة مختلفة أمام الأهلي فيه ضغط نفسي على لعيب لسه لعيب الزمالك مش قادر يتخلص أو لسه نادي الزمالك مش قادر يتخلص من الضغط النفسي اللي بيتحط فيه في كل مباراة في مواجهة الأهلي لسه فيه خوف من الأهلي حتى لو الزمالك فنيا وبدنيا أفضل زي ما كان في الموسم اللي فات الزمالك معرفش يكسب الأهلي المباراة الأهلي كسبوا مباراة عدل أوضح حاجة بس أخيرة قصتي في الموضوع مش الزمالك على الإطلاق قصتي هما جهبزة التحليل وخبراء الاستوديوهات التحليلية للحقيقة طلعوا وأنا برضو الحقيقة باحترم جزوالدو فريرة وبشوف واحد من أفضل مديرين الفنيين لكن الحقيقة كنت أنتظر دايما المعاملة بالمثل يعني أنا في عز تقلق وتوهج بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي لم يستم في أي مباراة أو في أي بطولة أو في أي مواجهة من حالة تقطيع مستمرة وتشكيك في قدرات الرجل رغم تحقيق إنجازات لم يحققها وأقول لحضراتكم أي مدير فني يشتغل في مصر هنا كان وطني أو كان مصر يعني أو كان أجنبي فهنا لازم أفقد الحياة الحقيقة ولازم أمتحيز لنادي الأهلي لكن قصتي ليس خصة زمالك والكلام ليس مقصود به خالص نادي الزمالك له كل التقدير دايما وكل الاحترام بالتأكيد خلينا نروح لفاصل ونرجع نتكلم بقى على مواجهة بكرة إن شاء الله الأهلي في مواجهة الداخلية قبل ما نفتح ملف الشامبيونز ليج سؤالنا في بداية الحلقة كان على مطش الداخلية تحديداً توقعتك لمباراة بكرة كنتيجة يعني ورأيك في التشكيل المنتظر للنادي الأهلي علماً بأن طبعاً سؤال موجود قدامكم أو كان خلاص بقى يعني أن خلاص هنأخذ جزء من الإجابات في نهاية الفقرة اللي جاية دي بكرة غيابات الأهلي كتير بكرة فيه تمن لعيبة بتغيب عن نادي الأهلي عمار طبعاً اللي بيواصل فترة التأهيل أليو ديانج عبد المنعم طاهر الشحات معلول وعمر السلية دي غيابات الأهلي عن مباراة بكرة خليني أخذ رأيي خالد وفاروق وزي ما هستعرض طبعاً جزء من عراقكم في شكل مواجهة بكرة أنا بشوفها مواجهة صعبة بكل المقيس وطريقة اللعب وتشكيل الأقرب من وجهة نظركم سريعاً جداً فيه غيابات كثير جداً في تشكيل الأهلي بس الميزة في الأهلي السنة دي أنه عنده بدل الحل اثنين وثلاثة عندك عدد من اللعيبة الصغيرين الكولر في المباراة اللي فاتتة كلها فترة الأعداد والمباراة اللي فاتت حتى في مباراة الزمالك راح مطلع حد من نص مالها مش فاكر كمين ومنزل فخري برضو عشان يديله حساسية الماتش عشان يديله طلع سلية تمام طلع عمر السلية ونزل مكانه محمد فخري ففكرة الروتيشن ديت مفيدة جداً بالنسبة لأهلي في الأوقات الصعبة اللي زي دي فيه غيابات كثير جداً بسبب صبواته بسبب نزلات برد وبسبب ظروف مختلفة يعني أعتقد أنه أفشا ممكن يلعب فيه المحور جنب حمدي فاتحي لتعويض غياب عمر السلية وديانج بالزبط كده بلونو سافيو أعتقد أنه هو ممكن يفضل فيه مكانه كصنع لعب طبعاً هنشوف طاهر مش موجود خلينا نبدأ من وراء ممكن نبدأ بمحمد الشناوي أكرم توفيق محمد عبد منعم غياب عشان العملية فممكن مكانه يبقى أنا أتمنى أشوف محمد المغربي أعتقد أن ياسر إبراهيم هو الأقرب أو أيمن أشرف بس أتمنى أشوف محمد المغربي لأنه راجع من رحلة احتراف والناس كانت بتشيد به وحتى شفناه في مبارات كأس الربطة الموسم اللي فات كان بيؤدي بشكل كويس يعني فأتمنى أن أنا أشوف محمد المغربي جنب محمود متواني أشرف ومصطفى سعد ومغربي وحمزة علاء لسه كانوا جاء لسه متفرجين عليهم مع منتخب أولمبي بذبط يعني بذبط وأدوا بشكل كويس أدوا بشكل كويس جدا يعني أه طبعا يعني زي ما كنت لسه أنت بتقول في الأوف إير المنافس ما كانش بهذه القوة ولكن حتى أول المنتخب كان كويس يعني فيه شغل مدير فني واضح إن الميكالي شغال مع المنتخب الواحد لما بيشوف دلوقتي قائمة النادي الأهلي إحنا بدون فيه غيابات كتير جدا وبترجع تشوف الأسماء اللي موجودة ما شاء الله أسماء كلها تخضي يعني إحنا بنتكلم على ناس كأتب عليك بير كاتو أهو عايزين صفقات يعني إنت تتكلم وراء على ياسر إبراهيم وأيمن أشرف هما الربع لا ربيع بره لسه ربيع بره لسه ومحمد عبد المنعم فهما الاثنين بيتخانوا على مركز واحد اثنين لعيبة دوليين اثنين لعيبة مستواهم عظيم جدا وكانوا في الموسمين اللي إحنا خدنا فيهم هما الأساسيين هما الأساسيين فدي المنافسة اللي موجودة واللي أعتقد أن مستر كولر بيعمل واللي مدنساش برضو اللي نضم لهم واحد اللي أنا كنت بكلم عبد المغربي هو كويس جيد واحد من البراميسنج تالنت اللي موجودين في مصر وعلى الجانب الأيصر في غياب معلول ربعة منتخب جيدة جدا لكن أنا أتمنى شوف رأفط في الفترة اللي جاية والموسم ده هو اللي ياخد وياخد مشاركات أكتر لأنه هو لعب شفناه في البطولة في السعودية كان واحد من أفضل لعيب فورة فهو لو كان موجود بكرة أعتقد أنه يبقى فيه شوية تغييرات كده في وسط الملعب أعتقد كوكا ممكن يبقى ليه دور في الملعب أنا رأينا على فخري بكرة وده لا ينتقس اللي فاروق يقوله لا ينتقس من محمد أشرف محمد أشرف برضو لعب كويس ولو نزل هيسد ويقد بشكل مميز جدا زي ما شفناه في نهاية المسلم اللي فات طيب أقولك يا فاروق ما تجي نمشي مع بعض كده يلا بعد إذن أحمد الأستاذ أحمد سمير نمشي مع بعض كده مركز مركز توقعاتنا لتشكيل بكرة يلا شناوي طيب أنا قلت شناوي أكرم توفيق أيمن أشرف محمود متولي علي معلول يبقى معلول برا يبقى رفض خليل رفض خليل تعبش أيمن أشرف مكان معلول وتحط في القلب ياسر إبراهيم يعني ممكن ده يبقى لو فيه مطش محتاج بتأمن دفاعك أكتر شوية أيمن أشرف مش مميز وهو بيلعب في الباكليفت مش مميز شوية في الانطلاقات الهجومية بيعملها بس عشان بيلعب بقاله كتير كسنتر باك فالحساسية بتاعت مركز الباكليفت قلت عنده شوية فلو عايز تأمن دفاع ما أعتقدش إن فيه حد موجود أصلا في الهيبة فهو لو موجود هو أكيد الهيبة نعتقد رفض خليل في وسط الملعب حمدي طبعا هو الخط الخلف أنا متفهم معك وأيمن أنا شايف إن هو أيمن عايز يرعب وأيمن لما بيكون فيه منافسة أعتقد ده تفرق معه في مستواه هو ما أعتقدش أن أيمن مستواه حتى هبط يعني كان فيه ضغط عليه شوية لكن أيمن لو خاد فرصة أعتقد إن هو هينافس بشدة متولي وعبد المنعم وطبعا أعتقد إنه مستر كولر مقتنع به هو وراء بالذاتة خلينا أقول إنه ياسر وأيمن استهلكوا بشكل طبعا طبعا فبرضو أنت ما شفتهمش بعد ما رجعهم الراحة وقفين على رجعهم إزاي فاهم يعني بس الحماس في عينيهم وأنه أنا شفت أيمن عايز يلعب الرجل وزعلان أيمن فيه فترة من الزمن كان هو اللي شايل دفاع الأهلي لما أيمن بدأ يقل ياسر إبراهيم كان هو اللي شايل دفاع الأهلي وقدموا مستويات مميزة جدا فالتنين لا خلاف على أن هم العائزة مميزة في الوست حمدي وأعتقد إن أنا هتفق معك في فخري لأنه فخري أقنع بص أنا سنقية أفشا وبرونو سافيو في نص الملعب دي نستنى شوفها بزقا يعني أنا شايف إنه إنه أفشا لو لعب جنب برونو سافيو وممكن في مطش زي مطش الدخلية كده أعتقد إنه لأ كرة الأهلي هتتغير بشكل كبير أفضل شكل أربعة اتنين ثلاثة واحد تفرجت عليه الأهلي كان بوجود حسام عشور حسام غالي لتنين جنب بعض ليه واحد دستروير وواحد بلاي ميكر متأخر ريجيستا واحد بيقطع وبيبصي وواحد عنده القدرة على إنه هو يصنع عمليات جايف فلما تلعب بريجيستا ورق أو بلاي ميكر متأخر وقدامه بلاي ميكر مهمة جدا جدا ملاحظة دي إزاي أنا نسيت أقولها بعد مطش السوبر أنا شايف إنه برونو سافيو بجد والله مش باز برونو سافيو لازم يتكلم عربي يا برونو سافيو لازم يدرس يتعلم مش لازم يتعلم لغة عربية فصحة وقواعد ونحو وكده بس لازم ياخد دروس عربي عشان أنا اتواصلت أحسنت إن فيه ميس كومنيكيشن شوية في الملعب مع اللعيبة يعني حاسس إنه لازم يبتدي يتعلم ياخد كده بفرادات معينة يعرف يتكلم بيها بس لغاية لما عارف لما هيعد في مصر إن شاء الله فترة طويلة أكيد لازم لا وهي لعيبة مع الوقت هتأخد إن هي معافل ملعب لعيب بأفكار عالية جدا بيلعب كعوب في حيتة غريبة لو هو تواصل معه في الكعب اللي بيعمله ممكن يروح مفراد أنا أي لعيب بتبقى عينه فوق يعني أي لعيب كرة تحت رجله هو شايف بص مش بصص على الأرض ومش بصص على الكرة ده لعيب النسبالي أراعن عليه بشكل كبير جدا شايف دايما تحرك واخد القرار من قبل ما الكرة توصل له في حاجات معينة وعلى فكرة وده أشكرك جدا والله وده تحديدا اللي أنا عايز أفش يلعب في نص ملعب عشانه أفش لما بيلعب قدام ركزوا معا كده أو رجعوا تفرجوا على المشارة اللي فات أفش لما بيلعب قدام بيبص تحت ليه؟ لأن هو بيبقى قريب من المنطقة فعايز يسيطر على الكرة عايز يفتح نفسه باستج لما بيلعب تمانية لما بيلعب تمانية يبقى بصص في كل حتة في الملعب بيتحكم يا خالد في الرتم النادي الأهلي بشكل ممتاز جدا لما نزل بديل في الشوط الثاني في مطش زمان أعمل فرق طبعا أتحكم في الرتم انت مش عايز سربعة ولا هو بيأخذ الكرة وبيقف عليها طب انت خط الدفاع وخط النص تعالوا نشوف الناس قالت ايه في خط الهجوم عشان عندنا لسه شغل كتير نروح نشوف جزء من مشاركاتكم ورأيكم في مطش بكرة الشناوي عيمن أشرف ياسر متولي وأكرم حمدي فاتحي سفيو طاهر وعبدالقادر وشادي وتاو أو الشحات برا قصة طيب ماشي يعني اتفق مع سبعين في المية من كلام سيد عصام ماشي اكرم طهر طهر كده كده برا ايقاف طهر واخد كارتة احمر فمش موجود بكر نروحنا تقي شناوي وأكرم وياسر ومتولي ومحمد أشرف أو ايمن أشرف حمدي والسلية برا الحسابات برضو حمدي والسلية عبدالقادر وسبيو والشحات الشحات برا الحسابات وشادي والتغيير بأشريف وحسام حسن وتاو وكريم البديل أفضل تمام اللي هو شايفه جده الجديد طيب نروح لرأي تاني تشبيه حلو مصطفى علي داود الشناوي ايمن ياسر متولي اكرم حمدي والسلية السلية برا الحسابات عبدالقادر وسبيو وكريم وشادي كله فيه اجماعة على كريم في المركز لوضح الماس اختنعت فيه أبو يارت ان شاء الله تات الصفق الآلي تشكيل شناوي ومتولي وياسر وأكرم وأيمن وحمدي والسلية وبرونو وحسين وعبدالقادر وشريف برضو تاني السلية وحسين برا الحسابات اي كانت تشكيل الهيالة عبر ربنا يا جلد والآخر يا جلد والآخر بسيطة احمد حسن شناوي ايمن وأشرف ايمن أشرف وياسر ومتولي وأكرم توفيق حمدي وفخري اه ماشي حسين الشحات هي دي اللي جلت مننا وسافيو وتاو ومحمد شريف محمد رجب الشناوي أكرم ومتولي وياسر ومحمد أشرف كوكا وحمدي فاتحي أفشا وبرونو وعبدالقادر وشادي حسين برضو يعني قربت جدا 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 من التشكيل البكرة عندنا جمهور عظم نادي في الكون الشناوي وأكرم وياسر ومتولي وأيمن حمدي وفخري أفشا والشحات لازم واحد يقلش لازم واحدة اه واحدة تقلش بشريف وكريم والنتيجة فوز الأهلي بإذن الله ان شاء الله بإذن الله ريمون نبيل الشناوي أكرم ياسر متولي أيمن أشرف الناس كلهم ترفع على خط الدفاع حمدي فاتحي وأفشا وسافيو ماشي ها عبدالقادر وتو شادي اوو ريمون نبيل قريب جدا 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 يعني على الأقل كلهم موجودين على الأقل كلهم موجودين يعني مبدئيا ماشي شغال يعني إخيارات إخيارات لو بيرسي تو برضو إزاي غفلنا أعتقد في المنافسة اللي موجودة في الأهلي هو لو خد فرصة أعتقد أنه يقدم كل اللي عنه أنا متأكد أنه بيرسي تو جاهز للمشاركة لكن أنا شايف أن الرهان على بيرسي تو في التواهيد ده لازم يبقى تدريجي يعني لا يفعش يدخلوا بالزبط مرة واحدة لأنه محتاج ياخد سنة بسنة عشان يعني يخش تدريجي كده يستعيد ثقة لأنه الثقة مهمة جدا بالنسبة لكن هو بدنيا وفنان جاهز للمشاركة طيب فاصل بقى ونرجع نفتح ملف الشامبيونز ديج وموجهات النهاردة قال هي مش كلها نارية بس عندنا اتنين من العيار التقيل هنعرف تفاصيل كلها مع حضراتكم ومع ضيوفنا طبعا في السادسة بعد فاصل أخير لما مع حضراتكم الموقف قبل يمكن ساعات وخدوا بالكم عشان حصل يعني فروق في التوقيتات هتبقى مطشات النهاردة بتطلعها بالساعة عشرة بالليل مش تسعة زي ما تعودنا في الجوالات الخامسة الأخيرة استعرضنا معاكم مواجهات النهاردة قلتلكم فيه مطشين يعني قوة عظمة عندنا نابلي في مواجهة ليفر بول الاتنين ضمنوا التأهل لكن مين أول مين تاني وعندنا كمان انتر في مواجهة باي ميونيخ دي المطشات اللي هي يعني فيها كلاشات او صدمات من العيار التقيل لكن تعالوا نفكركم كده ونقول لكم الموقف فيه المجموعات الشامبيونز ديج قبل طبعا بداية الجولة الأخيرة هتبتدي النهاردة وتستمر معنا لغاية بكرة ان شاء الله نشوف المجموعة ايه خالد تفضل تاخد انت ايه طيب اقول لك أنا نابلي في الصدارة 15 ليفر بول 12 ليفر بول نهاردة محتاج يكسب اكتر من اربعة لانه شاء الله 4-0 تحديدا ايه عشان يركب اول في المجموعة بعد كده ايكس ورينجرز لاثنين باي باي المجموعة محسومة قردي ليفر بول ممكن يلعب بس فيتار بردو بغشومية بزر بطريسة عايزي قولك يعني مش خصة تاتيم فيتارب اربعة لا ما عايزي نتكلم في حاجة خالد ان نتكلمه قبل المباراة دي النيورجين كلوب عنده مباراة دي توتن هام في الدوري طب انا بص هاخد هاخد نابولي نابولي ليفر بول وبعد كده نرجع نتكلم نروح للمجموعة يلا كلوب بروج مازال مستمر في صدر عشر نقاط بورتول بورتغالي تسع نقاط في مركز ثاني اتليتكم مادريد باي باي سيناريو سيناريو ريال مادريد اتليتكم مادريد اتليتكم مادريد مش ممكن يا جماعة انا لو مكان جمهورهم مش عارف احساسي باي سيناريو مش طبيعي سيناريو مش طبيعي وبار ليفر كوزن طبعا ودع مع أتليتكم ورصيد اربع نقاط في المركز الرابع نروح للسي كرة بتعالي كل مطشو ممكن تاخد درس جديد في كورة القدم مجموعة السي عندنا باي ميونيخ وإنتر في الصدارة خلاص الاتنين تأهله لقاء النهاردة تحصيل حاصل برشلونا لليوروبا ليج اربع نقاط لا تتناسب تماما مع حجم الأسماء والصفقات وتشابي وطموحات جمهور برشلونا وفيكتوريا بيلزن طبعا صفر من النقاط لم يحضر للبطولة لا ده تمام ولا تتناسب مع ده برشلونا المحلي صحيح ولا تتناسب مع ده برشلونا هم تخطفوا أو تسرقوا أو لسه يمكن يعني روح الفانيلا الحمر نروح للمجموعة دي المجموعة دي عندك طبعا هم في المجموعة دي يعني هقف عند المجموعة دي وسألكم سؤال سريعا مين أقرب من وجهة نظر يعني توتنهام نشبونا فرانكفورت مرسيليا المجموعة دي أي فرقة تكسب هتصعد الفرقين بس اللي ممكن يتعدلوا يصعدوا مين هم توتنم وأعتقد توتنم يلعب مين سبورتنج يعني سبورتنج تتعدل تصعد توتنم تتعدل تصعد أي فرقة تانية هي تتقهل تتقهل الفرق بين الأول والرابع نقطتين توتنم يلعب مرسيليا توتنم يلعب مرسيليا والجبونا هيلعب فرانكف صعبة جدا مرسيليا ليكسب يطلع توتنم يعني هو لغاية الجولة الخامسة متصدر يجي في السادسة يقولك باي باي طيب نروح للمجموعة مجموعة الخامسة عندنا تشيلسي الإنجليزي في صدر عشر نقاط ميلا سبع نقاط ساليسبرج في المركز التالت ست نقاط وبرضو كل الفرق عندها حظوظ يعني كل الفرق عندهم حظوظ في التأهل معادة تشيلسي ضمن معادة تشيلسي ضمن تشيلسي ضمن التأهل تشيلسي ضمن التأهل ودينمو ضمن أنه ما يسعدش ودينمو ضمن أنه ما يسعدش لأنه حتى لو وصل لسبع نقاط متساوي مع ميلا ميلا كسبانه ذهابا وقيابا يبقى اللي عنده فرصة هو ريد بول ساليسبرج وميلان هم اللي بيتنفسه يعني المبارا دي الناس يتابعها دي درب نار درب نار درب نار نفسك في ايه بس انا نفسي يعني تكمل ولا نفسك طبعا ما ينفعش اقول نفسي ماكملش يعني طبعا فرصك شبه معدومة ان انا هتقعب عكا في يوروبا ليج ممكن ممكن جدا 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 كجمهور تفكر في ايه اروح يوروبا ليج وحاء كجمهور لا كجمهور هقول شامبينز ليج ليها بريط وبتاع بس انا كناقد وكمحب كمحلل وكمحب للميلان شايف ان فرص المشروع هتبقى افضل ان احنا نكمل بالخطوات الثابتة اللي ماشينا عليها في اليوروبا ليج السنان السنة اللي جاي بقى نشوف شامبينز ليج نروح للمجموعة اف المجموعة السادسة الريال مدريد طبعا ضمن تأهل معي طبعا لايبزيج تسع نقاط شختار ستة نقاط وفي المركز الثالث لسه عنده فرصة اخيرة وسالتك طبعا ودع برصيد نقطتين نروح للمجموعة جي في المجموعة جي عندنا الستي طبعا المرشح الاول والاقوى والاصلب والاعنب 11 نقطة ضمن التأهل مع بروسيا دورت من 8 نقاط ضمن التأهل عندنا اجبيلية خمس نقاط كوبينهاجن نقطتين لتنين باي باي اخر مجموعة مجموعة ايتش سان جيرمان في الصدارة 11 نقطة مع بانفك 11 نقطة واليو في باي باي يوروبا ليج بذلك ده شكل المجموعي نروح نابولي ليفر نابولي ليفر دي كان قابليها كلام كتير انا عايز كنتم الاثنين هاطرح عليكم التساؤل ده انتم بقى او مبارنت ادائك في الدوري محتاج كل نقطة و انا دوري بالنسبة لي بروفا بطمرن و بجرب للشامبيونز ليج انا اخت قرراني انه انا بعيد جدا طموحي في البريميل ليج مش المنافس�� بالكراري في البرب ع Reporting in a definition ازاي القمة بالزبط. بس فورسيتي في الشامبينز ليج اكبر بكتير جدا من فورسيتي في الكريمير ليج. ماشي بس انت كده كده تأهلته وانت عايز تكسب 4-0 نابولي اللي مخسرش من بداية الموسم خالص. ما ترميش بتقولك بالزبط ان انت خلاص المباراة تسلم ان انت مركز تاني وصعب تلعب على قصة ان انت تكسب نابولي 4-0 وهي فرقة ما تهزمتش من ضمن اعتقد في الريتين دلوقتي حاليا في ما تهزموش. هايز تكسبهم في ملعبك. اقول امفل طبعا ممكن تكسب فيه لكن تكسب 4-0 عشان تاخد مركز الصدارة. اعتقد ان هي نتيجة صعبة لليفربول لازم يفكر في مباراة توتناب. يلعب بالتشكيلة فيه شوية مدورة. حسابت المكسب اوروبيا ان انا ماشي اون تراك. وان هو نابولي اللي شايلني اربع اقدر اكسبه. ده في حد ذاته مهم جدا عشان اقدر لو انا حطت التارجد في قط اللبس بيني وبين اللعيبة. اجماع احنا السيزن ده هشغالين على شامبينز ليج. مهم جدا انك انت تعمل مكسب ده قدام نابولي. مش مهم الاربع. يعني اكسب واحد اكسب اثنين. اكسب واحد اكسب اثنين. بس تكسب. عشان تقدر تقنع نفسك وتقنع. ان انت تقدر تكمل. انك انت تقدر تكمل. وانه نابولي اللي الناس شايفة انه يعني ما سحبين الارض في ايطاليا. احنا نقدر نكسب جدا عادي جدا. خلاص يبانتو مع القرار التاني. اننا نلعب بالفول سكواد. واخش بقوة جدا المباراة. ونشوف بقى مباراة الدوري مع توتنام. فرقة صعبة جدا. هتيجي من مباراة صعبة. الله يبص. في الدوري ليفر بول السناني ملوش مقياس. يعني يكسب الستي. ويروح يخسر من ليدز. يعني فهم. يعني يلعب مطشط صعبة جدا وكبيرة جدا. ويكسب. وتقول ليفر بول رجع. تلقي الاسبوع اللي بعده على طول ليفر بول بيتعادل او بيكسر. مباراة قوية جدا. نابولي وليفر بول. فرقتين. اعتقد فرقتين. يعني نابولي السناني دي واحد من افضل فرق اوروبا. سواء في الداخل ايطاليا او في طول الدوري الابطال. فاحنا منتظرين المباراة دي. على ملعب الانف اللي هتبقى اختبار حقيقي للسباليتي. ونابولي اعتقد هو الاختبار الاصعب لحد الوقت. بالنسبة لنابولي يعني. اختبار اصعب. في عناصرها الفردية. بالزبط مع اجواء انجلترا اختبار قوي جدا. بالنسبة لعيبة نابول لان لعيبة كلها ما عنداش خبرة. لعيبة ممرتش بالاجواء دي قبل كده. عايزة شوفهم والجمهير عايزة تشوفهم. حتى جمهيرهم. هما شخصين عايزين يشوفهم في اجواء اوروبا. عاملين ازاي في ملعب صعبة. انا انا لفت نظري في تجربة نابولي. وسبالاتي تحديدا. فكرة انه الفريق يعني انا توقعت انه يحصل فيه دروب. الفريق سابق او تخلى عن اهم نجوم. يعني الناس اللي لو لو نزلت الشارع سألت يا جماعة مين بيلعب في نابولي. صعب جدا. كان من مثلا سيزن او اتنين ممكن. كان لك كوليبالي ميرتنز ده بالكتير يعني لو حد عارف انسيني وميرتنز وكوليبالي. النهاردة النجوم دي رحلت عن الفريق. ورغم كده نابولي في منتهى التماسك. ومفيش حد يقدر تسأل مين نجم يعني باستثناء خفيتش. باستثناء الاسم ده ما فيش حد عالمي او ما فيش حد كلاس اي تقدر تقول عليه انه نجم شايل الفريق وفرق. ورغم كده كرته جماعيا وده يحصل فيها طبعا. ودي الفكرة. عشرة العشرة. ودي الفكرة هي الفكرة ان انت تخلصت من سيطارة الافراد وحولت المنظومة الجماعية معتمد فيها على مهارات الافراد. انت ما تخلتش عن مهارات الافراد. يعني انت لما شلت انسيني احنا كنا كلمنا عنها قبل كده بس هقولها في عجالة. لما شلت انسيني جبت واحد حريف زيه بس بيعمل ادوار مركبة في الملعب. مش مجرد ان هو لعيب خط زي انسيني بيجري على الخط ويقط وميشهد ارتو. لا هو دايما بينزل يبقى حل تالت جنب اي حد مع الكورة. كمفتاح لعب. بيخش جوه المنطقة. بيخش على قطع عرضي. عشان يصنع اللعب اللي جاي سواء راسبادوري لما لعب بشكل مؤقت. او اوزيمين لما رجع. الفكرة ان انت تخليت عن مناطق القوة اللي عندك ميرتنز وانسيني. وبدلتهم بمنظومة لعب جماعي في نص الملعب. اللي هم لوبوتكا وانجويسا وزيلناسكي. وقدامهم كافرتسخيليا. خفيتشا كافرتسخيليا. المميز جدا هو حريف. ويعرف يروح واحد على واحد. واحد على اثنين واحد على تلاتة. بس هو عامل زي مستي في بداياته. فكرة ان انا حريف بس مش بعتمد على اللعب الفردي اكتر. انا بطوع اللعب الفردي لصالح اللعب الجماعي. فهدي الفكرة. اه. مساح وراء ارنلد هتبقى مستلح. هتبقى مستلح. اه. كلاب روج ده اردن السندي رايح في حتة. سيئ جدا. وبالبعدين. وبيلعب على كافرتسخيليا. هكامل على خالت في حاجة ان شجاعة في افتخاذ الكارات الاستثمار. انا رايح اجيب واحد من الدور الجورجي بدفع فيه عشرة مليون. رايح اجيب لبوتكا من الدور الاسباني بدفع فيه خمسة وعشرين مليون. وهو لاعب مكانش لي الاسم او مش معروف. ورغم كده تحول في خلال عشر ماتشات او حداشر ماتش واحد من اكتر لعابة المطلوخ نفس الملعب دلوقتي في اوروبا. وانا جايبه بخمسة وعشرين ممكن ابيعه بمئة مليون او بتمانين مليون. هيا دي بقى اللي هو ده الاستثمار. وهو ده العين الحلوة. العين. 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 اسود نابولي. نابولي. المفاجأة بروش. بس المجموعة بتاع بروش برضو ما نقدرش نقول ان فيها فرقة كبيرة قاتلتكم مدريد. بس برضو ما كانش فيه الفرقة الكبيرة اللي نقدر نقول ان هي تأثر على كلاب بروش. وبعدين بورتو بدأ بداية وحش سيئة جدا جدا. انت حطتني من شوية مكان يورجين كلوب. انا هحطك مكان سيميوني لوقتي. احساسك ايه في ضربة الجزاء اللي جات لك. قلينا نشرح السيناريو اللي حصل. هو السيناريو اللي حاجة صعبة جدا. انتهت بتعادل اتنين اتنين وخلاص الفرقتين برا. فبعد المباراة انتهت كان فيه لقطة شك فيها لضربة جزاء الصحيح لصالح قتلتكم مدريد. رجع الحكم. وقال ان هي فعلا ضربة جزاء ورجعوا تاني للمباراة. كله قال خلاص ان راكلة الجزاء دي هتكسب قتلتكم مدريد تلاتة اتنين بسناريو يدخلوا البطور. يرجع تاني المنافسة. بسناريو الغريب لضربة الجزاء بتضيع. بترد تاني. بترد بكورة في العرضة. بترد محاولة تالتة. بيطلعها لها من اتلاتكم مدريد. فكانت جماهير حتى خارجة مستغربة. سيميوني بعد المباراة. مش عارف يتكلم. انا مش عارف يتكلم على السيناريو اللي حصل. افضل الضبط. يمكن فيه ان شاء الله كده شوية. وعلى فكرة هو السيناريو يشل. يعني السيناريو. انا متعاطف معه جدا. لا انا بقول لك حط نفسك مكان جمهور اتلاتكم مدريد. الامل يرجع. يعني الامل مش. الامل مش مت والدفن. يعني خلاص. مفيش امل. فيرجع مرة تانية. فيروح الامل في مرة وفي اتنين وفي ثلاثة. كانت صعبة جدا. وخروج الاقصى. يعني والاصعب. الحقيقة على عائلة. طيب. تعالوا نشوف الاحصائيات الخاصة. بالبطولة لغاية اللحظة اللي احمي كلامكم فيها. يعني قبل بداية الجولة السادسة النهاردة. دي اهم. الاحصائيات الخاصة. بالبطولة. 48 هدف. 48 هدف. 48 هدف. 3.10 برماتش. اه. كل 29 دقيقة. معدل تهديفي. مميز جيد. جيد. اعتقد ان المعدل ده باحتساب الدور التمهيدي. اعتقد ان معدل ده كبير جد. 250 هدف في المباريات دور المجموعات. اعتقد كمان بالدور التمهيدي. اه. طبعا. طيب. دي الاهداف المسجلة. اكثر او اقوى هجوم. طب لخل. نابولي. نابولي. ده اللي كنا نتكلم عليه. فكرة اللعب الجماعي والمنظومة. نابولي باع على حساب العتاولة كلهم. على حساب كل بزبط. فلا. نابولي مميزة جدا. جدا. وعلى فكرة. انا برضو نسيت اقول على حاجة مهمة. وهو الكوري تقريبا كم. كم. المدافع بتاع نابولي. فكرة ان انت بتأمن دفاعك. وبتلعب بواحد. عنده القدرة على صناعة اللعب من المناطق الخلفية. وعلى تنظيم خط الدفاع. كم ده مكانش معروف على الاطلاق. وكان متوقع ان هو يبقى ثغرة الدفاع. مرة واحدة بيتحول اهم نجم في نابولي. بيتحول ماريو روي. لصنع لعب في نابولي بالانطلاقات بتاعته. لا نابولي مميزة جدا. طبعا. ندعوكم لمتابع. انا عارف انها مش فرقة ملهاش جمهور في مصر. بس يعني. ليها ربطة ربطة مشجعين في مصر. بس يعني. 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 فيها كام. نابولي. لا 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 لا. لها وكلهم اصحابنا. عشان احنا رابط ان ديت ايطاليا كلها بتعود مع بعض. لا نابولي ربطة محترم. فعلا. طب يعني. كل التهاني. يعني اللي ملوش في نابولي. انا لو عايز تفرج على فريق بيلعب كرة حالوة. اتفرج على نابولي. انا بس انا عايز ارجع لو تسمح للصورة اللي فاتت بس. طب معلش نرجع للاقوة هجومية مرة تانية. نرجع. بس انا عايز بقى انا اتكلم على البير مينيخ. بير مينيخ مسجل 16 هدف. قبل البطولة بير مينيخ واقف مجموعة الموت. مجموعة صعبة جدا ضد برشلونة. لكن البيرن هو البير. والبيرن الثاني فرقة في القيمة. بعد ما كله اهل ده بيرن فهماته ممكن. لكن البيرن بيسهجل في برشلونة. انا مستني في اللي جاي. انا مستني في اللي جاي. بس البيرن هو البيرن في اللي جاي. هيطلع السيتي يعني وراي. لا. ماشي. الاقامه بيننا. الاستحواز. اقرأ بيه. مايكسبش موتورت. مايكسبش موتورت. خمسة ستين في المئة طبعا الاستحواز من سيتي. وده شيء متوقع للكرة بيب جوارديولا المعروفة بالاستحواز اللي كان غريب شوية تشيلسي. واحد وستين وهو تاني في القيمة ده. ماشتونة تالت ستين في المئة. مارسيليا معادي الريال وباريس. ومارسيليا برضو السندي من الفرق اللي بتلعب كرة مية فرق. الاختيار منهم صعب في التأهل. يا فرق منهم هي اللي هتتأهل. انا مارسيليا بصراحة. انا بحب توتن هم بصراحة. انا بحب توتن هم بصراحة. بحب مارسيليا. لأ هيلعب مارسيليا. طيب نروح دقة التمرير خالد. دقة التمرير توني كروس في المركز الاول. كيفين دي بروين في المركز التاني. ليونال ماسي في المركز التالت. ريال مادريد 91.6 ده بيؤكد على اللي احنا كنا منقوله في الحلقات اللي فاتت. هو قوة خط وسط ريال مادريد وقدرتها على نقل الكورة. خاصة مع وجود توني كروس مهندس المساحة. منشستر سيتي نفس القصة 91.6 نفس الاكيريسي بالضبط بتاعت ريال مادريد. في ظل وجود واحد زي كيفين دي بروين وقدرته على التمرير. فده شيء منطقي جدا. برضو باريس سان جرمان. الفكرة في الموضوع هي البوزيشنينج عند برشلونة. وده اللي قلناه بالضبط في الحلقة اللي فاتت. السلايدي اللي فاتت كانت البوزيشنينج برشلونة في المركز التالت بستين في المية استحواز. الباسنج اكيريسي في المركز الرابع بثمانية وتمانين في المية دق التمرير. وده معناه انه برشلونة عندها مشكلة حقيقية في التمرير في الخروج بالكورة. تمام. بس اللي قدامي ده منطقي. حتى بيجود شنسي. هعدي على الارخام دي سريعا عشان عايز اختم معكم بميسي وسيار سيفن. دول طبعا الهدفين. كيليا نمبابي. هقوله منا بسريعا. جالبابي ستة اهداف مع ابو صلاح ستة اهداف في الصدارة. وراهم هالند خمس اهداف. ليفندافسكي خمس اهداف. ميسي اربع اهداف. وريبودري. اعتقد اذا في نابولي يعني عن الموضوع. اتمنى ما يريحش صلاح النهاردة. اتمنى يبقى موجود في المباراة. طيب الصناعة جوتا ديوجو جوتا ليفر في مركز اوال اربع اسستات جو كانسيلو اربع سيتي طبعا. ميسي تلاتة. اتنين من نابولي. فارسخيليا تلاتة. زامبو آنجويزا. اذا خط وسط. امبابي برضو في الصدارة احداشرComm. بيليسي جونيور عشر. صلاح عشر. جيرو في الميلان طبعا بعشر وجريزمان في اتلاك كمدريد بعشر محاولات على المرمى. منهم واحدة في العرض اتخرجوا j buste. الانقاذ مني يلي s7 سبعة وعشرين، تروبين سبعة وعشرين، جرابارة أربعة وعشرين، أونانا الإنتر تلاتة عشرين، ليفاكوفيتش واحد وعشرين، وفاسفير آيكسا مستردام عشرين انقاذ، عندنا أونانا وعندنا ميندي دلوقتي حتنين حراس مرمى، يعني ففرق بلعب وحاله غريب أو ميندي من أفضل حارس في العالم، يعني أعتقد دي لعنة بار فرعنة كنت لسي أقول لك، قبل ما أقتل، أقافل شامبيوز، وهكمل معكم، نحن نسخن بقى ونهل على الدنيا من بعد الجولة السادسة، خلينا بس أروح لخبرين، أو مش خبرين، خبر عن ميسي ومقارنة بمناسبة، أنا عارف أن مهور سياء سيفن، مش مبسوط من منشستر يونايتد، ومش مبسوط قوي من تانهاج، نحن عمل لكم كده إحصائية لطيفة جدا، أنا نستعرضها مع خالد وفاروق، المان يونايتد، بالدون، ومن غير الدون، الأرخام عاملة إزاي؟ وقصة ميسي والإنتر مايامي الأمريكي، هنبتدي بإيه؟ قصة مريبة جدا، قصة مريبة جدا، خليك أنت مع ميسي وأنا عليها كلام على رونالدو كتير، انتقال ميسي إلى إنتر مايامي، يعني الكلام مش هيحسن، فاروق، أنا قبل ما جاء لسه شايف خبر نازل في سبورت، في صاحبة سبورت طبعا، أي خبر بتنزله على برشلونة ممكن يكون لي مصداقية أن بتقول أن ميسي ما بيردش على تصالات برشلونة للرجوع، هو مش عايز يرجع لبرشلونة، بص هي الفكرة اللي أنا براهن عليها، طبعا، الكرة لاستعلم صحيح، وممكن أكون بقول أي كلام، ولكن الفكرة اللي أنا براهن عليها أنه ميسي مش دلوقتي، مش هتخلص الكرير، على عهد الدرسان بزبط، أنه الأغلب، السيناريو الأغلب طبعا، أنه على خطى ديفيد بيكام، أنه ليونيل ميسي هينتقل الدولي الأمريكي، وهيلعب لصالح إنتر مايامي بعد نهاية مشواره مع الهدية، هو مملوك لديفيد بيكام، مملوك لديفيد بيكام، بس مش هو اللي بيقود المفاوضات، هم شركاء والأتنين، هم اتنين أخوات شركاء في النادي، هم اللي بيقودوا مفاوضات معه، طيب، كريستيان رونالدو والأرقام اللي هتظهر على الشاشة دلوقتي، ممكن تدي إجابة، بس أنا هسمع الرد أو الرأي من خالد ومن فاروق، كريستيان رونالدو مع تنهاج ومع اليونيتد السيزن ده، ظالم ولا مظلوم؟ قولي خالد رأيك، طبعا أنت ما انت قلت عايز تبقى، أنا أحب أعرف رأيك، المقارنة دي بس عشان برضو أقول لحضراتكم، مقارنة دي إحنا كنا مجهزين من الأسبوع اللي فات، بس كان وقتنا ما سمعتش، فالأرقام دي لغاية آخر الأسبوع اللي فات أو حلقة السادسة، ما اختلفش كتير، نحن ممكن نختلف عدد المبارد اللي لعيبها، نسود مبارد لعيبها بس، ومعملش حاجة، لا، بس هنا الأرقام بتقول أنه رونالدو يصنع الفارق، 100%، يصنع مع الدون، لا طبعا، مش مع، لا طبعا، سريعا جدا، مع رحيله، مع رحيله في المركات ويناير، ولا بقاه في أولترافير، لو هيظل الوضع زي ما هو كده، لا مع رحيله، طبعا، لازم يتعوض بمهاجم قوي جدا، إليه منشستر ينايتد، أعتقد أن فيه بروفائلات كتيرة موجودة، لكن كريستيانو رونالدو عدا موجوده في الملعب، هو مكسب لتنهاج، وهو قال كده قدام الصحافة، هو بس مستني مهاجم بديل يكون متواجد بشكل رئيسي، حتى بالأرقام؟ بالأرقام دي، الأرقام دي خادعة، مش أكتر، هو موجود، لكن هو ما جابش غير هدف واحد في البريمير ليج، طب هتسمحوا ليختم الحلقة ونكمل الخناعة، خالد عامر، فاروق أصاب، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، أشكركم جدا، وبستمتع جدا موجودكم معي في السادسة، وبستمتع طبعا مع الجمهور السادسة، كل شكرا على متابعة حلقة النهاردة بالتوفيق لرجالتنا بكرة إن شاء الله قدام الداخلية، حلقة السابت نبقى بنحتفل بالعلامة الكاملة في مشوارنا في الدور العام، بشكر حضراتكم مرة تانية على المتابعة وعلى كل خير دايما نتقابل في السادسة،